بلغت أعداد الإصابات العالمية بفيروس كورونا أكثر من 363 مليون ونصف المليون شخص فيما اقتربت أعداد الوفيات من 5 ملايين و 650 ألف حالة هذا وما زالت الدول حول العالم تسجل ارتفاعا يوميا في أعداد الإصابات فقد أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل نحو ربع مليون إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما يحطم الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية في البلاد